موسيقى ابتداء من اليوم يعني اي مغربي او مغربية بغي مشير السوق للمارشي تقدى الخضرة والمواد الغذائية يعني كان نصيحة من الاحسن يشوف طبيب دي القلب بش يفحصلي القلب ديالو يلكن القلب ديالوه شيش من الاحسن من يمشيش للمارشي لان اي حاجة وضع الله يدو العافية ديال اسعار واللهيب ديال الاتمناء غادي ادي السكسة القلبية وغادي نصدقو في مأتم عوض ان الانسان يتقدى الخضرة ولا يتقدى المواد الغذائية المشكل ليس فقط هو غلال اسعار المشكل هو ان المغرباق ما محزميش بالعسكر محزميش بالشيخات علاش حيث اليوم 8 ابريل 2022 افتتاح الضورة الربيعية ديال المؤسسة الشريعية كان يفترض ان المغرباق يلقاه هاد المعاناة وهاد المحنة ديالهم يلقاه صدد ديالها في المؤسسة الشريعية لكن للأسف الشديد مني كان نصفح هايا قدام الوثيقة مني كان نصفح الاسئلة المبرمجة في الجلسة ديالي يوم الإدنين لا نجد ولا سؤال واحد على غلاء الاسعار وارتفاع اسعار المحروقات اذا كان هاد البرنامان لا يعكس يعني بين قوسين ايرادة الامة ولكن هاد الاحزاب اللي في المؤسسة الشريعية لا تستشعروا النبض الحارق للمجتمع المغربي اشنو الدور دياله هاد البرنامان احنا نعرفو الدور ديال البرنامان في العالم عنده جوج الأدوار بالأساس الوظيفة اللولة او الدور اللول شريعي والدور الثاني رقابي باش يزير الحكومة ويحبس دك الشاطات والتغول دياله لكني الاسف الشديد الاختبار اللول ديجا فشلفي البرنامان حينما برمجت اللجنة واحد الجماع لمناقشة اسعار المحروقات لكن الحكومة بالضغط دياله طر البرنامان يلغيها دك الجماع وتأجل الى اجارين غير المسمى واليوم احنا كما قلنا يعني ولا سؤال مطروح يوم الاثنين في الجنسة دياله البرنامان لمناقشة هاد الاسعار فإذا كانت أخي الحكومة والبرنامان يتواطؤون على هاد الشعب أشنون جدوا دياله البرنامان الحكومة يبقاوا الحكومة كتولك الناس دي اقتصاد السوق هذا الغلاء لا اتحكموا فيه احنا ينطالبوا باقتصاد دستور واقتصاد المؤسسات ونحيدوا هاد الحكومة ونحيدوا هاد البرنامان لكن الخطر في الأمر هو أنه ليس هو صمت الحكومة وصمت البرنامج بل هو أنه توجيه المغاربة إلى صرف المشاكل ديالهم إلى الشارع وبالتالي يعود أن المغاربة يعكسوا المشاكل ديالهم في المؤسسات غيروا للشارع والفيصل ما بين المواطن وما بين الدولة وهذا هو الخطير على المغرب وعلى المغاربة اشتركوا في القناة